إذن إن هزم هؤلاء الطلقاء وخذلوا رسول الله عليه السلام يوم حنين وشمت أظهر الشمات فيه وفي أصحابه لذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضوان الله عليه أن أم سليم أم سليم هي أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة زوجة أبي طلحة أم سليم على كل حال أم سليم كانت تحمل خنجرا يوم حنين فسألها النبي متبسما لماذا تحميل هذا الخنجر قالت رسول الله أحمله أدفع عن نفسي وأن اقترب مني أحد هؤلاء المشركين بقرت مطنه الله بالخنجر فجعل النبي يتبسم عليه السلام ثم قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك تقول هؤلاء الطلقاء الذي نسلم يوم فتح مكة اليوم انهزموا بك يعني انهزموا عنك هنا الباء بمعنى عن مثل قول تعالى الرحمن فاسأل به خبيرة قيل اسأل عنه خبيرة وقيل يا باء التجريد يا باء التجريد على كل حال اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك يا رسول الله يستحقون القتل هذا الخيان العظمى هذا الخيان ايه العظمى في المعركة انهزموا واظهروا الشماتة خيان عظمى معروف حكم هؤلاء عسكريا لكن النبي ما عنده هذا الاسلوب النبي ما عنده نبي الرحمة هذا النبي هذا مش قائد عسكري هو مش قائد عسكري أصالة هو أحسن قائد عسكري وأحسن سياسي وأعظم عبقري لكن ليس أصالة أصالة هو نبي وكل شيء يتبع النبوة لذلك إذا احببنا أن نفهم جماع وجوهر شخصية رسول الله افهموا كونه قائلا عسكريا أيها الأخوة على أنه تبع لنبوته إذن هو نبي وقائد عسكري هو نبي وقائد سياسي هو نبي ومصلح اجتماعي هو نبي عبقري دائما الأولوية للنبوة النبوة تفسر كل شيء الرسالة تفسر كل شيء وبعد ذلك يأتي كل شيء لازما عنها لازما عنها عرضا لها عرضا لها فقال يا أم سليم شو حتى الكلام وبكلمتين ولم يعني يكثر كما نقول في الكلام ولم يقول لهم تعالوا لماذا هزمتم يا منافقون يا طلقاء وأنا مننت عليكم وأنا وهبتكم حياتكم قبل أسبوعين وأنا وأبدا أبدا قال يا أم سليم إن الله تبارك وتعالى قد أحسن وكفاء الحمد لله الله كتب الدبر عليه على هوازن وثقيف ونحن انتصرنا وانتهكوش يا حمد لله يا سلام اغضاء عجيب اغضاء عجيب عجيب هذا هو الكريم ما أكرمه إن الله قد أحسن وكفاء